السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نلاحظ في الآوينة الأخيرة اهتمام الناس بالبرامج الغنائية ومواقع التواصل الاجتماعي وابتعاد الناس عن القرآن الكريم واهتمامهم بالفن الماجن والذي لن يستفيدوا منه شيئا سوى تضيع الوقت على شيء ليس منه فائدة لذلك أعزائي فلنجعل اهتمامنا الأكبر في شيء ينفعنا في دنيانا وآخرتنا ولنتغنى بالقرآن ونعمل به ولنجعل صوتنا في خدمة الدين بدل أن نعمل على نشر المنكر والخلاعة فلنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر كما علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأقولها لنفسي قبل أن أقولها لكم فلنمضي بالسنة ولنتغنى بالقرآن والأذان والشعر الإسلامي والنشيد ولنقول ما يرضي ربنا فذلك أقرب لنا إلى الجنة وهو ما قد يبعدنا عن النار معكم أخوكم في الله نبي الماصر حماد من فلسطين أرحب بكم في هذه الدورة المتخصصة في تعلم المقامات الصوتية في تلاوة القرآن الكريم وأسأل الله العلي القدير أن يفتح علينا وعليكم أبواب علمه ورزقه ورحمته نعرض عليكم أسلوبا حديثا وبسيطا وسهلا وسلسا لتعلم المقامات الصوتية بأسلوب شيق وممنهج وبعد هذه الدورة يتوقع من الطالب أن يميز بين المقامات وأن يستطيع البدء بالمقام الذي يريد بأي وقت وأن يتدرب بشكل صحيح على التلاوة والكثير من المعلومات المفيدة لقارئ القرآن التي تثري ثقافته الصوتية قال تعالى في سورة القمر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر لكل ما في هذه الدنيا معايير ومقاييس يمكننا القياس عليها فمن عظم حجم القمر والنجوم والكواكب فلها مسارات تسير عليها وسبحان من خلق الذرات التي يتكون منها كل ما حولنا فلها مسارات ومقادير وصفات معينة كذلك الصوت فهو علم محدود وفيه مقياس ومعيار ومعايير ومقادير وعلم المقامات الصوتية علم يصنف ويرتب ويضع المعايير للأصوات المستخدمة في الأداء البشري واستخدام المقامات في تلاوة القرآن الكريم هو أمر لا بد منه فلا يوجد تلاوة تخرج من إطار المقامات فهو علم موجود يصنف ويرتب الألحان والأصوات الموجودة وهو أيضا معيار لصحة التلاوة بعد التأكد من صحة أحكام التجويد فلا يغلب اللحن على أحكام التجويد بل يجتمعان للحصول على تلاوة صحيحة وعندما تستخدم المقامات الصوتية في تلاوة القرآن الكريم يمكنك أن تستخدم صوتك بشكل سليم وأن تعبر عن الآيات ومعانيها وتصور للمستمع الآيات كأنها أمامه فمثلا لا يجوز وصف حال أهل النار بطريقة مفرحة أو وصف حال أهل الجنة بطريقة محزنة ماذا نستفيد من تعلم المقامات؟ أولا اتباع السنة المشرفة بالتغني بالقرآن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن بمعنى أن يحسن صوته في تلاوة القرآن الكريم ثانيا تدريب الحنجرة وتقوية الصوت ثالثا التمييز بين المقامات استماعا وأداءا رابعا استخدام المقام المناسب في الوقت المناسب خامسا التحكم في الصوت سادسا تسهيل تلاوة القرآن الكريم مما يساعد على حفظه